ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تكشف من خلالها غضب تبون المختفي عن الأنظار من روسيا على خلفية عدم تسليم المرادية الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك والذي لم ترخص له بعد منظمة الصحة العالمية وقالت صحيفة الجزائرية أن تبون كلف وزيره في الخارجية بالاتصال العاجل بنظيره الروسي للإسراع بتوريد شحنة لقاح كورونا وأشعلت ريادة المملكة قاريا وشروعها في تطعيم مواطنيها كأول بلد في إفريقيا بعد توصلها لشحنات لقاح مختلفة غضب وحساد الجارة الشرقية التي لم تتوصل بعد بأي شيء وسارعت الخارجية الجزائرية لإعلان قرب تسلمها الشحنة الأولى من اللقاح روسي سبوتنيك في المضاد لفيروس الكوفيدا 19 نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر